كابتن امان شايف ازاي يعني رأي الناس ويعني مش حابين الحقيقة ان احنا نتحامل على كابتن حسام البدري بصراحة يعني بولا بمنتهى الامانة يعني شايف الامر ده ازاي ما هو يعني انا حولت ان انا يعني اتكلم بلغة وبعيب وصوت العقل ازاي ما بيقوله طبعا الجماهير عندها كل الحق يمكن هي متحملة شوية على كابتن حسام البدري لان الاداء مش جميل ولا الاداء فيه تناغم ولا ترابط طوال تسعين ديئة سواء ما شفناش الجمل هجومية ولا شفنا جمل دفاعية وشفنا اداء من معظم اللعبين بعيد تماما عن المستوى المعهود اللي احنا نعرفه عن باقي اللعبين لكن انا زي ما قلت ليك يا عمر ان احنا مش عايزين نحاسب بالقطعة احنا عايزين نحاسب بعد لقاء الجابون وهنقعد نتكلم مع بعضينا كده ان احنا عندنا نقاط سلبية وعارفين ان النقاط السلبية دي لها اسباب ان ما فيش تجمعات ان اللعبة دي لسا مخلصة دوري طويل جدا بعد 21 يوم مضغوطين بيلعبوا كل 3 ايام مباراة صحيف فاللعبة جاية خلصانة فالله يكون فعوني كابتن حسام البدري هو اللي هيدفع ضريبة كل الكلام ده طيب دلوقتي برضو عشان تبقى الامور واضحة ونشوف مع بعض كده الخط السيرة هيبقى ازاي انا قلت الحركة ان احنا الحمد لله اول المجموعة دلوقتي بفار الاهداف عن ليبيا العشر مجموعات هيطلع من كل مجموعة منتخب فنتمنى ان شاء الله احنا نكون اول المجموعة بعد كده العشر منتخبات الاوائل هيصفوا مع بعض ازهاب وعود عشان يطلع خمسة الكاس العالم ان شاء الله من قارة افريقيا بالشكل ده او بالمستوى ده ولو الخط استمر بهذا النهج ولم يتم تدارك الاخطاء دي وخلق شخصية وتجنس جوه المنتخب شايفة كابتن ولو ان شاء الله نصعد اول مجموعة ولكن في الحالة دي هنقع مع التسعة تسعة كبار زينا في قارة افريقيا نخش مع السنغال ونخش على نيجيريا ونخش على غانا ونخش على الكاميرون والمغرب والجزائر وتونس يعني فيه موضوع كبير هيحصل يعني شايفة لو ما تمش تدارك الموقف اللي فيه او الاداء اللي فيه المنتخب ده قبل نهاية مرحلة المجموعات تفتكر ده هيكون خطر علينا في الان اوت او المباراة الاقصائية اللي هتكون قبل التأهل يعني بلا شك طبعا الاجابة نعم طبعا الاجابة تونس طبعا خطر علينا طبعا لكن انا بقول لحضرتك وبقول لكل سادة المشاهدين ان احنا اللقاءات الاقصائية ديت ان شاء الله لو وصلنا اليها هتبقى من خلال تقريبا شهر مارس مارس 20-22 وهتبقى مارت بمنعطفات كتيرة هتبقى مارت بالتصفيات وهتبقى مارت ببطولة الامم الافريقية وهتبقى مارت بالبطولة العربية وهتبقى مارت بكاس العالم للاندية يعني سيبك من كاس العالم للاندية ده اندية لكن خلينا في الشغل بتعكبت الحسام البدري هتبقى مريت بلقاءات عديدة جدا المفروض انها هتكون خلقة التجانس وخلقة الشخصية وخلقة الافكار اللي انت عايز توصلها للعيبة تكون وصلت لها والقوام اللي انت شايفه انسب لفكرك يكون ابتدى يبقى موجود في دماغك وبيتطبق طبعا طبعا نتمنى ان شاء الله يعني انا مش هنوصل للمرحلة النوك اوت بكرة اه طبعا لسه في محطات زي محرك قلت يعني ولعل كاس الامم وقبلها معسكر محترم وحتى فترة البطولة باذن الله تكون فرصة لخلق التجانس زي ما حضرتك قلت وخصوصا يعني ان عندنا لعيبة جيل محترم جدا تمام تمام وكلنا متفقين وكلنا بنؤكد ان اللعيبة المصريين والكابتن حسام البدري ان هما الظروف خلتهم ينتجوا لنا الاداء دوت والحمد لله ان المطلوب تحقق عظيم ان شاء الله نعدي بس مرحلة انجولا والجابون وبعد كده هنبتدي نتكلم في مسألة ان لابد يبقى فيه اداء جيد ان شاء الله انا بشكر عليك شكرا جزيلا كابتن ايمن كاشف معلقنا الرياضي الجميل كل شكر لحضرتك ويا رب ان شاء الله الخير في مشوار التصفيات وباذن الله يكون التأهل باذن الله من ناصبنا اشتركوا في القناة